يتحدث العالم هذه المرة بنبرة متغيرة عن فرصة فريدة للسلام في اليمن إذ يأتي تصويت البرلمان الأوروبي بالإجماع على مشروع قرار يدعو لإنهاء الحرب في اليمن تأكيداً بأن هناك جهوداً مضاعفة تسعى لإنهاء الحرب التي طالت لأكثر من ست سنوات القرار الأوروبي طالب بسحب فوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن ونقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن بمعزل عن أهمية هذا القرار ومدى فعليته وتأثيره على ملف الأزمة فهذه الدعوات بحسب كثيرين تشكل مدخلاً لإنهاء الحرب خصوصاً أن التحركات الأوروبية جاءت في سياق زخم دولي داعم لتسوية سياسية في اليمن فقد سبقتها تحركات الإدارة الأمريكية الجديدة لوضع ملف الأزمة اليمنية في سلم أولوياتها في المنطقة عبر مبعوثها وتحركات المبعوث الأممي لطهران وما يصاحب هذه الدعوات من إجماع دولي على حظر بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات يؤكد مدى العلاقة المشوهة التي كرستها الدولتان البارزتان في ملف الحرب في اليمن يأمل اليمنيون في إنهاء الحرب لكن التوجه الدولي بإنهاء الصراع يحمل معه مخاوف كثيرة أبرزها ما تقوله سيناريوهات اللحظة الأخيرة فهل ستنتهي الحرب فعلاً أم أنها تبكين لسلطات الأمر الواقع الموقف المرحب من ميليشيا الحوثي بقرار البرلمان الأوروبي محاولة لاستثمار التوجه الدولي لإنهاء الحرب في اليمن لتحقيق مكاسب ميدانية استباقاً لأي تطورات سلام محتملة يبدو أن اليمنيين واقعون تحت خيارات صعبة حرب مدمرة دون أفق وسلام يخشى منه إدخال البلد في دوامة عنف أكثر دموية ويؤسس لمحاصصة مذهبية ومناطقية تذهب بعيداً بدولة اليمنيين يبدو موقف الشرعية اليمنية خارج سياق الأحداث والتأثير خصوصاً مع غياب الدبلوماسية اليمنية في أهم الدول صانعة القرار ناهيك عن لقاءة الرئيس هادي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ في مقر إقامته بالرياض والتي بدأ فيها الرجل مغيباً عن فهم الموقف الدولية من طبيعة الصراع في اليمن بل ومن دعوات السلام القادمة من أوروبا وأمريكا كما يقول مقربون من الرجل ترجمة نانسي قنقر